هلا والله حبايب قلبي يسعد اوقاتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكو عليكو جميعا في جميع انحاء العالم فلسطين العراق الأردن تركيا وين مجا طبعا كل الحب لحضراتكو كل الحب والاهترام لجميع المشاهدين في قناة فضل نبهان لعالم الطيور والحيوانات والزواحف ان شاء الله اليوم هنجيبلكو فيديو جديد قبل نبدأ فيديو جديد يا ريت نصلي على سيدنا محمد اللهم وصلي على سيدنا محمد ان شاء الله اليوم هتحدث لكم عن موضوع وحلو كتير وكتير ممكن ناس تستفيد منه وتصير تربى الاشي هذا وتبيع منه وتخلي عندها مصدر رزق اليوم ده احكي لكم عن ترباية الهامستر وعن كيفية التعامل مع الهامستر واشي بيوكل الهامستر وكيف ممكن انه نوفر له الاكل والمكان وكل المختطفات هذي اللي راح نحكي فيها ان شاء الله راح تفيدكو وتعلمكو كيف تربو الهامستر طبعا الهامستر من الحيوانات الصغيرة الجميلة جدا الممكن تخلي ابنك ربيها عنده في البيت ليبني علاقة انه يعرف يهتم باغراضه والاشياء اللي هو بحب ربيها فخلينا نحكي ونصور لكم الهامستر اللي عندي عشان افريكو كيف التعامل معاه وقبل ما ننسى تنسوش لايك وتنشروا القناة عشان نكبر اكتر اكتر وكل الحب لكم هيوصلنا 8000 ضايل منوصل ال 10000 ويلا نفريكو الهامستر طبعا اخوان هايات الهامستر عندي انا حاطوا في حوض هذي انثى صغيرة وهذا الذكر طبعا هنا بتحط نطفة تربة ونطفة قش او تبن او ممكن انجارة او ممكن اي اشي ازا كنت حاطتهم بحوض للتزاوج وهاي الذكر تبعها بس هذا الذكر الشغال للانثى الشغال هاد طبعا الهامستر ممكن انه ينفهم غلط بتفكره انت ابن عم الفار واخه العرسة ولكن هذي المفاهيم غير صحيحة لانه الهامستر من الحيوانات الاليفة والجميلة جدا واللطيفة والهادية طبعا هاي الانثى هاد يا اخوان انتو بتفكروا الهامستر زي الفار او زي العرسة لا هذي معلوم الخطأ هي هو الهامستر مش ماخد من طباعهم ولا من سلوكهم ولا من اشي وهذا الشي ممكن انه يشوه سمعت الهامستر طبعا يا اخوان هو ميزة الهامستر موجود فيه جميع المحلات تاعات الحيوانات وممكن ما تلاقيه طبعا جميل جدا سعره ما يقارب بالدولار خمس دولار للفرد الوحدة بالشكل الجوز تقريبا خمسين شكل عنا في غزة فشو محتاجين عشان تربوه هامستر طبعا الهامستر كان انضيفه بيهتم في نظافته هذا الاشي بيغنيك انك تقعد تحمم فيه او تغسله او تعمله او اي اشي لانه من الحيوانات الجميلة والنظيفة وطبعا هو عنده ميزة جميلة اللي بيساعد حاله بنظف حاله كل اشي وهذه الميزة اللي بتنتاز فيها الهامستر وفيفضل انك تجيبه لطفل صغير او شخص مبتدئ عشان يتعلم كيف يهتم بالحيوانات زي ما قلتلكو اول الفي وكمان يا اخوان عشان عمره صغير بقعد ثلاث سنوات هيك سيقعد عمره ثلاث سنوات بس بيجي طبعا زي ما قلتلكو ثلاث سنين وبتودع صديقك الصغير زي ما انتو شايفينو مع احلا هاد الانثة خلينا اجيبلكو الدكر هاي الدكر طبعا يا اخوان هو الهامستر بده مكان ما يقارب نص متر في ثلاثين سانطة وممكن انك تجيب له العاب لانه هو عنده طاقة كبيرة وكبيرة كتير كمان بده يفردها فممكن انك تجيب له الالعاب هاد الدائرة انا مش عنده عشان ينبسط ويلعب اكثر واكثر طبعا يا اخوان هاد معلومة حلوة الكو الهامستر فيه له جيوب هانا هين هين بالزبط بيقدر يخزن الاكل فيها طبعا الاكل تبعه رز علف فواكه خضار كل اشي هاياتو قاعد بيوكل زي ما عنده شايفين شايفين ما شاء الله هاياتو بوكل طبعا لازم تشكله في الاكل يا اخوان عشان ما يصير عنده اي تلبكات معوية او اي امراض مثلا الروز بيديه النشا او بيديه حاجة محترمة وبخليه ينصى شايفين ما شاء الله طبعا اي حدا كمان عنده اي معلومة عن الهامستر يحكينا ايها في التعليقات واحنا بنتعلم منكو واحنا بنعلمكو كل الحب لكو طبعا يا اخوان نيجي لتزاوج داع الهامستر الهامستر اول اشي بيتزاوج على عمر ست يهور بتم عملية الحمل لا اسبوعين يعني بالشهر ممكن يلاد مرتين او مرة عبو هوا خصوبة الانثى او عبو هوا خصوبة الذكر لانه في ذكورة بيكون شغالة وفي ذكورة بيكون طلاقي وهذا الاشي ممكن انك ما تكون بتعرفو لهيك يا جماعة الخير طبعا الانثى بتجيب من 4 ل 12 بيبي صغير زي ما انتو شايفين انت كل يوم مشاغب طبعا في من الهامستر نوعيا في بشعر كثيف زي هيك وفي بشعر مش كثيف طبعا هذا سوريا وهذا الامريكي طبعا هو الهامستر بيعتمد على السماع كثير ويسمع اي اشي بيصير معا خلينا نجيب المشاغبة هادة عندهم تعالي طبعا اللي بيسألني ليش نجارة الخشب او القش او الرمل شايفين هادة المفجوعة بتوك بس اللي بيسألني ليش الانجارة عشان تمتص الرائحة اللي هو بيطليعها او الوسخ اللي هو بيخرجه زي ما قلتلكو بيتغدى على الخضار بيتغدى على الفواكه وبيشرب مية لو انت حابب فيه الو شرابة حقها تمانية شكل بس هي مش متوفرة عندي انا بحطولهم مفنجان صغير شايفين ما شاء الله محلا طبعا زي ما قلنا لكو بدناش ان نوصيكو انك قبعة تقعي انت حاطل اخبطينا فترة الحمل يا اخوان بتقعد اسبوعين زي ما قلتلكو فترة الحمل اسبوعين و بسم الله ما شاء الله هذه الانثة تقريبا حامل ضيلها اسبوع تلاد طبعا لازم تقيمها من عند الذكر لما بدها تلاد لانه الذكر ممكن يأزيها وتوكل اولادها طبعا اول ما تجيب الهمسطر ستواجه مشاكل كثيرة منها ممكن انت توكل اولادها عشان بتكون صغيرة اول ما تلاد و ممكن تكون برضو بتوكل اولادها عشان بتخاف و ممكن تكون بتوكل اولادها لانها هي ام مش صالحة فاهمين كيف فاهمين دريسة اذا كانت تصميم الأطراف الصغيرة و عندها استخدام دنيا اشك ك و اشك كو اشك كو اشك اخلقا او داني انا حب و داني انا حب و داني داء و انا حبيبي او الاشياء من اللي بيحبه الصهر لازم تجيبه عندك وتخليه يجعد عندك فالليل لانه من الكائنات الليلية اللي بيحب ينشاط في الليل يعني من الساعة تمانية بتضلوا للصبح واغلب وقتنا يموت ظهر وكمان انت يا اخوان لو مش حابب انك تخليه يتكاثر عندك جيب من نفس الجنس يعني انثتين او ذكرين عشان ما يغلبك لو انت بتكاش عندك تكاثر لانه هو سريع التكاثر يعني كل شهر ممكن يجيب لك ما شاء الله مزرعة يعني لو عندك انتتين وذكر ممكن تلاقي عندك اخر السنة كوم 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 كثير يعني زي ما بقولوها كثير من الهامستر الصغير طبعا يا اخوان احنا هادي الانتة وهادي الذكر بدنا نخليهم اليوم يسهروا مع بعض ويكيفوا مع بعض وهادي الانتة الصغيرة ان شاء الله لما تصير ناضجة راح نخليها تلد و تحمل طبعا في منه الوان يا اخوان في منه حلبة سادة في منه اسود سادة في منه احمر سادة في جميع الالوان بكون من الهامستر كمان في منه الوان يعني لون و لون نص و نص زي هذا اللي انتو شايفينه اسمر و ابيض احمر و ابيض زي ما انتو شايفين هاي يعني الوان كتير حلوة و الوان كتير مغريات طلعوا عصابعو خمسة خمسة واحد انين دلئاتة 4 خمسة اه ولا خمسة و هيك جماعة كل الحب لكم لو اعجبكم الفيديو تنسوهنا من لايكاتكم و تفاعلكو و كل الحب لحضراتكم و خلينا نحط هذا بس عشان هما بيحبوا الباستخده الأهلاوة اللي بيسألني وين المي و ليس دايما بحط لهم مي بس بحطوهم ثلاث مرات في اليوم لذلك بحطوه و توقفه السلام عليكم